اشتركوا في القناة بشتو كسارة اليوم اكتر حديثنا رح بيكون عن الجودة عن المصدقية بيها المبيد الراقي يلي منفتخر اكيد فيه سياسة الجودة بشتو كسارة كيف عم بتكون لحتى يوصل للي اللي عم يوصل له حكيك عن سياسة الجودة اكيد لازم اقولك انه كسارة كانت اول شركة مش بس بلبنان بالشرق الاوسط حزيت على شهادة الايزو 9001 لا ادارة الجودة وتاني شيخ كفينيها بالايزو 22000 اللي هي السلامة الغذائية واكيد نتبع القواعد العالمية للكرمة والنبيد والدليل الدولي لصناعة الانبيد بقى انطلاقا من هون سياسة الجودة بتشمل اكيد كل مراحل انتاج الانبيد بتبلش باختيار الشكل المناسبة لتربى الصالحة الفقيرة بالمعادن ما تترك رواسب بالعنب ويكون العنب يربع هيكي قاسي ومهم يعني نوعيته تكون منيحة تنوصل على الشركة والانتاج والمراحل اللي بتقطع فيها تنعطي هيدا المثالي اللي بيوصل للمستهلك يعني هيدا بروسسوس طويل وشغل دقوب هون ومن كل النواحي يعني عم نحكي مش بس كزراعة انبيد إنما العنب إنما كمان بالانتاج بالتوضيب يعني بكل هالأمور حتى نوصل لآيزو وبالتعتيق أهم شيء لأنه نحنا كمان في ميزة ما فينا ما نحكي عنها بكسارة هن الخوابية ومغارة تكسارها اللي فيها الشروط المثالية لتخزين وتعتيق الانبيد يعني مثل اليوم بيكون في درجة حرارة كتير واطية تحت الصفر بتفوتي بتتدفي بكسارة وكمان بالصيفية بيكون في حرارة عالية وبيكون في جو برود جوا بقى الانبيد عنده الشروط الميسائية يطلع ممتاز كمان للجودي يمكن تهتموا بالتوضيب يلي ذكرناه أدي كمان هالأمور مهمة بشتوكسارة التعبئة والتوضيب أكيد هي مرحلة كتير مهمة وأكيد هنا تبقى للمواصفات السلامة الغذائية يعني النظافة كتير مهمة مثل مالجودة مهمة وهالمراحل بتتم بكفاءة كمان الأشخاص اللي عم بيشتغلوا بهذا الانتاج ضروري يكونوا كفوئين ومدربين هوني دوري كـ HR أكيد طبيعيا نحنا منفتخر بكسارة أنه أجود اللي نبيد لبناني بس كمان منفتخر بالموارد البشرية اللي بيكسارة منوزلهم تحية منوزلهم تحية أكيد هنا كمان كفوئين ومنحر أكيد هلأ نحنا من أصغر عامل إذا بديك بيكسارة لرئيس مجلس الإدارة بيتبع التدريب كل السنة وع مدار السنة وكل السنين يعني منحافظ أنه نحنا نكون أكيد عقد الحمل يعني متل ما بيقولوا حلو كتير فعلا ونحنا اليوم بعصر التطور يعني والإنسان ما فيه يقف محله وهيدا مثال كتير كبير من شاتوكسارة للكل يعني أنه ما منوقف هون دايما منشتغل ودايما عم نتعلم كمان أكتر وأكتر أداها الشي بيعطي مصدقية لشركة المصدقية هي تتابع الأفكار اللي حكيتهم ماري لويز الكسارة صحيحة عريقة وأديمة استحدثت مجددا من فترة طويلة كمان حتى برامج معلوماتية حسابية فنية زراعية كلها تتحفظ المعلومات وترافق هال المنتجات والمنتج اللي عم بيطلع من كسارة بكل المراحل اللي بيبرؤ فيها من الكرمي وصولا حتى الزبون والمستهلك هالشي تطور كمان طورناه أكتر صار فيه ترميز لكل هالمعلومات وبتنزل على كل أنينة موجودة وتتصنع بكسارة وهيكي بيصير فيه هوية وتطابق للمحتوى مع تطابق التاريخ تبع هالأنينة ومصادقة على كل التصنيع والحرك اللي ما رأيت فيها تنعطي ثقة بالأسواق المحلية وسقة وهيدي بيعزوها بالأسواق الخارجية هالرمز بيقدر يحكي عن هالأنينة من وقت ما نقطف العنب تبعها لأنهار اللي وصلت عند الزبون هايدي من الناحية المنتج وهذا كله مع يعني هالصدق يلي بيبين بالعلن خلينا تطابق تطابق وثبات بالتصنيع وبالجودة وبالكفائة الانتاج اللي عم بتطلع منكسارة بيجي عندك الناحية المالية كمان لأنه هالصدق مفروض يكون موجود من ناحية تاني باللاحية الفازل المالي وهون كمان كسارة من عمر سنين وأنا عيشت كسارة لفترة طويلة لسنين طويلة كانت كل الوقت نتيجة المالية إيجابية رغم أنه عمر سنين كانت كسارة عم توزع أرباح لبقسة بيها للشركة وبتحفظ الإيمي الباقي بمحل تريكم أرباح هالشي بيعطيها متانة صلابة وبيعطيها أهم شيء بكل صناعة وبكل تجارة الملائقة المالية والحسن التسديد وإمكانية الاكتفاء الزاتي بيعطيها الدفع والثبات المالي بشركة تكسارة حلو وأدا كمان هذا الشيء بيعطيها مسؤولية اجتماعية وكنا عم نحكي عن الشهادات العديدة يلي أخذها شاتوكسارة ومن ضمنا شهادة المسؤولية المجتمعية شو هي هالشهادة بالتحديد وشوالشهادات يلي عم تربح هلا بس توضيح شغلة المسؤولية المجتمعية مش شهادة يعني ما حصلنا على شهادة ولا شركة بتحصل على شهادة بالمسؤولية المجتمعية بس حصلنا على شهادة مهمة هي شهادة الامتياز 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 اللي منحتها وزارة الزراعة التجارة والاقتصاد واستلمناها بالأسر الجمهوري كان عنا رئيس واستلمناها من رئيس الجمهورية شخصيا المسؤولية المجتمعية بدي خبرك عنا لأنه مهمة بكسارة لأنه نحن عايشين بعصر عن جد تناقضات يعني من ما اللي بتشوفي تطرف والعالم عم تستهتر بالبيئة وعم تنتهي تنتهيك حقوق الانسان من ناحية تانية فيه وعي لأهمية البيئة والمستهلي كسار بده مش بس منتج جيد بس كمان بده هالشركة اللي هو عم يشتري منها تكون صديقة بقيا تكون عندها شفافية مثلا بالعلاقات استراتيجيتها واضحة بقى هوني كان لازم كسارها وهذا الشي مش بعيد عن سقفتنا من 160 سنة لها بقى لنا ليه ما منطبق نحنا منجي منطبق الايزو 26 ألف اللي هو مئيس أو هن مواصفات للمسؤولية المجتمعية وهون ساعدونا الليبنور واختارونا شركة المنظمة الأمة اللي هي الايزو اختارت كسارها تتكون هي مثال يقتضى به يعني كيستادة تاخدت ببرلين وبجناف على المنهج اللي نحنا عم نتبعه بكسارها وهيدا الشي دافع زيادة نتطور ونظلنا عم نقدم الأحسن وهيدا هو كمان يلي زكرتي قبل التطور كمان من الناحية الإنسانية كيف عم بيكون العمل بشكل عام على التطور يعني هل منشتغل بس على الأشخاص هل منشتغل بس على الكرمة هل منشتغل يعني كيف عم بيكون العمل هيك بشكل عام بكسارها؟ أكيد لازم نشتغل على كل شي بنفس الوقت يعني ما فيك تشتغل بس على الإنفرستركتر يعني بدك تشتغل على الإلات يكون عنديك أحسن إلات وأحدى استقانيات للشغل يكون عنديك دراسات دايما أنت عم بتواكب شو عم بيصير بالعالم مش بس بلبنان لأنه نحنا بدنا نوصل لنوعية عالمية وعم تصالوا يعني أكيد الحمد لله لأنه منشتغل في رؤية صايبة من زمان لهلأ يعني نحنا نعرف ونعرف أي متى لازم نغير الإلات اللي مصيرا نحنا نعتمدون شو لازم نطور إن كان بالكاف بيكسارها إن كان بالموارد البشرية تضل عم ندرب نختار إنه تكون عن جدكة فوقها وأخلاقها عالية هون برجع المسئولية المجتمعية لأنه الأخلاق كمان مهمة والكل بيشتغل بمحبة بيكسارها يعني بتصور سرر نجاحية وقت اللي عم بتحافظة على الحديثة عم بتشتغلي بنبل مش بس بالكرمة نحنا لأنه منقول عنا عنب سيباج نوبل يعني هالنوبلاس كمان هي بالتعاطي إن كان جوه مع الموظفين إن كان بره مع كل الزبونات والموردين والعالم اللي بتشتغل معهم بقى وقت اللي بتشتغلي على الصناعة وبتشتغلي على الإنسان وبتكوني مسؤولة مجتمعيا أكيد بديك تكوني تتطوري يكون فيه استمرارية لها الشركة حلو كيري اللي عم بتقولي يعني إن شاء الله كل الشرك بتكون عم تشتغل بها الطريقة أكيد وأداب يكون فيه تنسيق مع الناحية الإدارية يعني اليوم عم نحكي هنا عن إشي على الأرض عم بتصير أما بالإدارة فهو شي تاني يعني أداب بيتبعوا بعض هالموضوعين المبدأ الأساسي انطلقت الصناعة والحياة للتجارة بتبلش برؤية بستراتيجية وبتتجرع بتتوزع بميزانيات معينة وإجمالا يعني على مر السنين التزم الكل والإداريين والقيمين على الشركة بهالميزانيات اللي هي احترمت كل الوقت مشان هاك كانت النتائج إيجابية ومشان هاك فيه إعادة التنظر كل فترة بكل الأوضاع التقنية أوضاع المالية أوضاع المالية اقتصادية ومحلية ونحن عنا الاستيراد بره كمان بيأثر علينا هالميزانيات كلها عم تندرس بشكل جدي وعم بيلتزم أهم شيء وهذا ما بتصير عادة عم بغير شركات بيتشكل اللي هو التزام شخصي التزام مهني بالأشخاص القيمين على هالموضوع وعم تقدر توصل للنتيجة وله الهدف اللي نحط قدامنا وهذا عم نحكي على مر سنين عشرين وثلاثين واربعين سنة لورا تراكمات النجاح هذا رصيد كسارة كسارة صارت شركة نموذجية شركة اقتصادية زراعية إلا سيت بالخارج ومتما إلا سيت بالداخل صار فيه هالتطابق وهالثقة اللي مكنك سارة تتجزر متل كرمتها بالأرض وتبقى وتعمر وتكبر وتكبر يعني فعلا صارت بريادة ومتل ما تفضلت وقلت يعطي ألف عافية لكل العاملين بشتوك سارة اهلا وسهلا فيك ماري لويز أهلا وسهلا فيك لأسمر رح نأخذ وقف سريعا بعد ما نكون مع فقرة ستارس خليكم معنا شكرا